كاعدتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معكم أولى فقارتنا بتذكرة الأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت مبارح وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قارينته أمس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وسيدة قارينته بمطار القاهرة الدولي وعقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع رئيس إردوغان لدفع الجهود المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قارينته بمطار القاهرة الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسيدة قارينته حيث توجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية وأقيمت مرسم الاستقبال الرسمي وتم عسخ السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجنبورية أن الرئيسين عقدة جلسة مباحثات مغلقة ثلاثة أخرى موسعة بحضور وفدين بلدين حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من عشر سنوات بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية ويسري التعاون المشترك ويؤكد الاعتزاز بالإرس الحضري والثقافي العريب للشعبين الشقيقين بعد انتهاء جلسة المباحثات عقد السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي إردوجان وأكد رئيس سيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا وما تشهدوا العلاقات التجارية من نمو خلال الفترة الماضية كمان تم التطرق لعدد من الملفات الإقليمية خصوصا ما يحدث في غزة والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري دلوقتي هنشوف مع حضراتكم انتابع كلمة سيادة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس رجب طيب أردغان رئيس الجمهورية التركية السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من عشر سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثر علاقتنا الثنائية ويضعها على مساريها الصحيح وأكد اعتزازنا وتقدرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا ويؤمن هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وقد أثبتت التجربة الجدول كبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون السيدات والسادة أود أيضا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتزبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية حيث تواجه الدولتين العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة وأعرف في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة أخذى في الاعتبار ما يتمارس السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوطيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع ولقد توفقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهديئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد ونقدر أن نجحنا في تحكل الاستقرار الأمن والسياسي في ليبيا سيمثل نموزجا يحتذا به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقداتها وسبل تسويت الخلافات القائمة فيها يهمني كذلك الترحيب بالتهديئة الحالية في منطقة شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسويت الخلافات القائمة بين الدول المتشعة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار وختاما فأني أتطلع لتلبيت دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في إبريل القادم لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما ويرثيهما الحضاري المشترك مرة أخرى أرحب بك في خامة الرئيس وأرجو أن تتفاضل بإقاء كلمتك في سياق متصل وفي كلماته في المؤتمر الصحفي قال الرئيس أردوغان أنه سعيد بزيارته للقاهرة ووجه شكر لرئيس السيسي وتحدث عن أن تركيا تتقاصب مع مصر تاريخ مشترك يزيد عن ألف عام وأعرب عن أمل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين خلينا نتابع مع حضرتكم جزء من كلمة الرئيس أردوغان ونرجع على طول بسم الله الرحمن الرحيم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم سين جمهور بشكل دعالي بصم المنصف فخامة الرئيس والسادة والسيدات الإعلاميين أحييكم بكل محبة واحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين جمهور بشكل نازك داوتنا إجابة لأزن بر سنة أردن سعيد بأن أكون هنا في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة وهي 12 سنة وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى الرئيس السيسي وجميع الإخوة المصريين على حسن الاستضافة والحفاوة قبل حديث عن حديث أيضا تفاصيل لقائنا هنا أود أن أعرف عن تمنياتي بالشفاء العجل لذين أصيبوا في مدينة بي أدائي مهمة هناك متابعة الأعمال أيضا ونحن نتلقى معلومات الرئيسي اشتركوا في القناة ونحن سنعمل حتى نصل إلى المواطنين وأسأل الله أن يحمينا من جميع الآفات والبلاوي كمان إنبارح وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ما بين مصر وتركيا وضيتها الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهوريتي تركيا مصر عرب جمهوريتي جمهورباشقان عبدالفتاح السيسي وتركيا جمهورباشقان رجب طيب إردوغان السيدات والسادة تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر لتمحدى لمرحلة جديدة بين البلدين والتبحث في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفعة المستوى بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة وفي إطار استمرار التقارب بين البلدين وتتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا يتفضل الرئيسان بالتوقيع على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون لإستراتيجي رفع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا هنMEFENDİLER BEYEFENDİLER Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti Türkiye ve Mısır arası iş birliğinde ve ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı mahiyetindedir küresel ve bölgesel konuların beraberce ele alınması ve müzakere edilmesinin yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yüksek düzeyli iş birliği mekanizmalarının tesisi açısından bu ziyaret büyük önem arz etmektedir ülkeler arası yakınlaşmanın devamı ve ilişkilerde normalleşme sürecinin taşlandırması bağlamında Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi toplantılarının yeniden tesisine ilişkin ortak bildiriye Cumhurbaşkanları imza atacaktır Mısır Arap Cumhuriyeti Mısır Arap Cumhuriyeti Mısır Arap Cumhuriyeti ترجمة نانسي قنقر والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المفذولة في هذا الشأن وأضافت قنينة رئيس الجمهورية قمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطلعة سير الأعمال وهذه زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر وأتطلع لتعزيز سبل التعاون بيننا في شتى المجالات لسه مع أبرز وأهم الأخبار اللي حصلت إمبارح واللي منها أيضاً الاجتماع العقد الدكتور بصطفى بدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توفر الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفادة به في وقت الأزمات في إحداث توازن للسوق كمان إمبارح تم الإعلان عن نجاح مصر في استقبال أول صورة من البيانات اللي تم التقتها من القمر التجريبي ناكسات وون بتعاون مع شركة بياستيل ألمانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيا الفضاء في مصر وبناء القدرات والبنية التحتية لهذا القطاع التكنولوجي المتطور أخبار كتيرة مهمة حصلت إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف توفر الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفادة به وقت الأزمات في إحداث توازن في الأسواق وجه مدبولي خلال الاجتماع بعمل خطة متكملة تتضمن إمكانيات ما يمكن إضافته من زراعات الذرة وفول الصوية وأيضاً ما يمكن تخزينه من هذين المحصولين بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي يمكن ضخه في حالة حدوث أي أزمة لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار مع الاستفادة من الساعات التخزينية المتاحة لدينا إمبارح تم الإعلان عن نجاح مصر في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقطها من القمر التجريبي نيكسات وان بالتعاون مع شركة بي أستيل ألمانية تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيا الفضاء وصناعة الفضاء في مصر وبناء القدرات والبنية التحتية لهذا القطاع التكنولوجي المتطور إمبارح تم الإعلان عن ترأس السفير حمدي ساند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية وفض مصر المشارك في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لأعمال مجلس وزراء خارجية الدول الاتحاد الإفريقي المجلس التنفيذي وتركز الدورة الحالية لأعمال المجلس على مراجعة وتقييم أنشطة الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي وهينظر المجلس في التقارير الخاصة بأهم أنشطة السلم والأمن وتقييم الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة التنمية 2063 والتقرير النهائي للإصلاح المؤسسي والتقدم المحرس في اتفاقية التجارة الحرة القرية ده إلى جانب مراجعة ما تم في المجالات الموضوعية ذات الأولوية للقارة وعلى رأسها الأمن الغزائي وتغير المناخ وتحول الطاقة ومشروعات البنية التحتية فضلاً عن التقارير الإدارية الخاصة بموازنة الاتحاد الإفريقي وأولويات الإنفاق والتوظيف